اهلا بكم موظم الناس عندهم قناعة ان حل اي مشكلة عادة بيكون في ايدي اصحاب الاقول الزكية او العباقرة بس الحقيقة انه مش دايما كده لانه احيانا حل مشكلة ما بيكون من اجتهاد شخص زكاء عادي او مش عبقري ولا حاجة وبيكون الحل بتاعه مناسب جدا وفعال كمان في بعض المواقف ما بنكونش محتاجين للزكاء اطلاقا لحل المشكلة بس مجرد تفكير ايجابي او تفكير برا السندوق في الفيديو ده هنستارد معاكم بعض اغرب الحلول والافكار اللي كانت نكحة جدا في مواقف حقيقية معينة تابعونا الكرات البلاستيكية لما فكرت السلطات في مدينة لوس انجلوس الامريكية انهم يمنعوا تلوث المياه في الخزان المحلي لو ان تقنية الاشاعة فوق البنفسجية مع عنصر الكولور والبروم ممكن تزود المشكلة وتحول مياه الخزان لمياه مصرطنة فقرروا تطبيق فكرة جديدة مبتكرة وامنة وهي استخدام الكرات البلاستيكية الصغيرة لتغطية سطح مياه الخزان المحلي وبقية الخزانات ومن ناحية تانية فالكرات البلاستيكية هتمنع تبخر المياه وهتمنع كمان نمو التحالب فيها العناق الحادث ده وقع في ولاية نيفادا الامريكية واللي حصل انه ساعة 9 صباحا في احد الايام الدراسية احد الطلاب المراهقين وعمره 14 سنة فتح النار على زميله في المدرسة وبعد سامعة احدى المعالمات صوت 3 طلقات نارية قررت انها تجازف بحياتها لانقاذ الطلبة وظهرت مباشرة قدام الطالب المتمرد وحاولت تقنعه انه يسيب السلاح وبالفعل قدرت تقنعه يسيب السلاح بعد مجرد عناق بسيط منها للطالب وطمنته وقالت له ان كل شيء هيبقى كويس وعلى الرغم من اصابة بعض الطلبة بجروح في الحادث الا انه ما حصلش اي وفيات ومر الامر بسلام الدلافين في يوم لحظوا بعض العاملين في منتزه مائي في الصين ان اتنين من الدلافين رفضين تناول الطعام نهائيا واكتشفوا بعد كده ان الدلافين دي اكلت بعض القمامة وابتلعوا اكاس بلاستيكية افلت المعدة وكانت هي دي السبب في رفضهم للطعام ولعجز العاملين في المنتزه المائي عن استخراج الاكياس بلاستيكية من مادة الدلافين قرروا استدعاء اطول الرجل في الصين وفي العالم وقتها ويوضع باو شيشون علشان يساعدهم في حل المشكلة وبالفعل نجح شيشون في استخراج الاكياس بلاستيكية من مادة الدلافين بعد ما مد دراعه الطويل جدا داخل القناة الهضمية للدلافين وانقص حياتهم التوربينات شائعة جدا في روسيا وبتستخدم لازالة الجليد من الشوارع ومن على الطرق السريعة لكن في المطارات بيستخدموا توربينات طائرات الميك 15 والتي بتعمل بطيارات الهواء الساخن لنفخ او ازالة الجليد العالق في الطائرات الاخرى اثناء انتظارها على مدرج الاقلاع والهبوط في المطار بولاوايو هي تاني اكبر مدينة في زمبابوي ومؤخرا عانت المدينة من مشكلة الجفاف وتبعتها واللي منها جفاف المجاري وعدم وجود كمية كافية من المية لسحب المجاري من البيوت المفاجأة ان حل المشكلة دي كان بسيط جدا وعبقري فالحل المشكلة بمنتهى البساطة كان على كل المواطنين في المدينة سحب السفون في بيوتهم في نفس الوقت كل يوم ولمدة 3 ايام وكده اتحلت مشكلة الصرف في المدينة النمل لقرون طويلة تم استخدام النمل في الطب فقبل تطور عالم الطب وظهور التقنيات الطبية الحديثة وخصوصا تقنية خياطة الجروح كانوا الناس بيستخدموا النمل وفقوقه القوية في قفل حواف الجروح وتقطبها وبعتقد ان الطريقة دي ظهرت لأول مرة خلال الالفية الاولى قبل الميلاد وكان شائع استخدمها جدا لحد القرن السبعة عشر الميلادي الكمبيوتر العملاق السوبركمبيوتر او الكمبيوتر الاملاق او الحسوب الخارق للي ما يعرفوش هو عبارة عن كمبيوتر امكانياته هائلة وبيستخدم لمعالجة كم هائل من البيانات وبيخزن كمية ضخمة من المعلومات والبرامج وهو لا يصلح للاستخدام الشخصي او في مؤسسة محدودة والمعروف ان السوبركمبيوتر غالي جدا ومكلف ولما قرروا العاملين في معمل القوات الجوية الامريكية انشاء سوبركمبيوتر فقرروا انهم يخفضوا التكلفة لتوفير بعض المال وكانت فكرتهم هي استخدام 1760 واحد التحكم لاجهزة بلاي ستيشن 3 وفصلوا الامر بانه بالامكان استغلال تكنولوجيا العاب الفيديو الموجودة في الاسواق النهاردة في انشاء كمبيوتر املاق بمنتهى سهولة وقالوا ان تكلفة السوبركمبيوتر اللي تم انشاؤه بالطريقة دي كانت حوالي 2 مليون دولار يعني اقل 20 مرة تقريبا من تكلفة انشاء كمبيوتر املاق من الصفر في جانالا هي قرية ايطالية صغيرة بتقع في منطقة جبلية ومشكلة القرية دي انها محصورة ومعزولة وسط الجبال واشاعة الشمس مبتوصلش للبيوت فيها غير خلال 84 يوم بس في السنة وبقيت ايام السنة بتبقى بيوت القرية بالكامل مغطاة بضل جبال القلب الاملاقة واللي بتبنى وصول نور الشمس للبيوت ففكروا اهل القرية في حل للمشكلة دي واتفقوا انهم يحطوا صف من المرايات الضخمة فوق الجبال علشان تعكس ضوء الشمس على القرية وتم تنفيذ الفكرة في سنة 2006 وتركبت بالفعل المرايا الاملاقة واللي بيقدروا انهم يتحكموا فيها من خلال الكمبيوتر وبكده اتحلت مشكلة القرية المظلمة البركان من الامور الغريبة واللي ما كانش حد يتخيلها او يفكر فيها هي امكانية استغلال الانفجارات البركانية والحرارة تحت الارض واستخدامها كمصادر للحرارة ولتدفئة المنازل وده اللي حصل بالفعل في ايسلندا وهي بلد مشهورة بينابيع المياه الحارة والانفجارات البركانية وكانوا من التفكير برا الصندوق قرروا الناس في ايسلندا استغلال الانبيع الحارة وطاقة البراكين لاستغلال الامسل في تدفئة منازلهم وكمصادر للتسخين والحرارة شكرا على المشاهدة ولو اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر